عضو رجل تقطعه العشيقة الغاضبة بسبب الخيانة من المعلوم أن الرجال قد يتصرفون كالعرصات أحيانا ويجذبون أحيانا لكن ليس لطيفا منك يا سيدتي أن تقطع قرن الموز انتقاما حيث كان أحد العرصات من مدينة هانكزو الصينية يتردد على إراءة متزوجة في عش غرامي ويوم الأحد اعترف لها بأنه يعرس مع عشيقة أخرى حافظت العشيقة على هدوئها وقدمت له حبة دواء بداعي التعاطي فيع له من غباء مطلق أن تأخذ حبة دواء من العشيقة التي أخبرتها للتو أنك تكونها مع أخرى ذهب الرجل في صبات عميق لقد عرف عن اسمه السيد لو فقط صح من نومه على ألم لا يحتمل ليصاب بالزعر لرؤية محل بحناشه يقول شهود أنه امرأوا لو يرخض في الشارع والدم ينزف منه يا سادة كان يبحث عن القطع الناقصة قبل أن يستسلم ويوقف سيارة أجمع ويذهب إلى المستشفى لم نعرف بالضبط كم قطعت العشيقة الغاضبة ومن الملصف أن نقول أنها لقناته درسا لن ينساه مدى الحياة تم التقاط صورة لها بكاميرات المراقبة وهي تغادر الفندق حاملة بيدها سكينا لقد أصبح عضو السيد لو أشبه بعمق دجاجة مقطوعة الرأس يا سادة